هلأ بتعرف الواحد بقوله أنا مسقط رأسي بسوريا ليش مسقط رأس؟ لأن الواحد بينزل رأسه أبن رجل عين أصلاً حتى أصوات القصف أو أصوات الصواريخ المضادة اللي طالها يعني منسمعها بشغف منحب نسمعها يعني لأنه نعرف أنه بهالحالة فيه اعتداء وفيه مقاومة أرضية فبالتالي منبسط يعني أنه فيه عنا شي نعمله وكان يحضر مسرحياتنا افتتاحها المرحوم حافظ الأسد نعم نحن مجرد حضر نعتبر أنه أخذنا حماية نحكي على كيفنا حتى وقت حافظ الأسد الله يرحمه قال كلمة مهمة أنه لا رقابة على الفكر إلا رقابة الضمير نعم انبسطنا نحن في هذه الجملة كتبناها بخط عريض وعلقناها بالمسرح موسيقى ما الشعور الذي ينتابك وأنت ترى أكوام الدمار التي أحلت بسوريا والله يا قلبي طبعا يعني فورا بتنزل دمعتي أنه ليش هيك ماذا جنت سوريا لكي تذبح من قوى عالمية بالمشاركة مع بعض الأشقاء أو من كنا نظنهم الأشقاء موسيقى 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 ما لوطني غلطان أنا معهم موسيقى موسيقى إذا بردان أنا تيابو إذا مردان أنا رأوتو إذا ختيار أنا عكازتو إذا حفيان أنا صرنايتو موسيقى 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 اشتركوا في القناة